اشتركوا في القناة وتمثل وله سمعته وتقديره في هوليوود عاش في اسره مفككة وتخصص في مجال بعيد كل البعد عن التمثيل ابدع في مجال الدراما وتأثر الكثير باداؤه واثار حماس الجمهور وابهرهم في مجال الاكشن واطرب السامعين في افلامه الموسيقية المبهجة والتراجيدية والاهم من هذا كله قدم لنا واحدة من اروع واجمل الشخصيات الخارقة في عالم الاكس من شخصية لوغن وولفرين فتعالوا اليوم وخلونا نتكلم عن هذا الممثل الرهيب وقبل ما نبدأ احب اشكركم يا جماعة على دعمكم المتواصل ويسعدني اشتراكك في القناة عزيزي الوجيه في حال انك جديد على القناة ورح تساعدني كثير لو اعجبك الفيديو وضغط على زر الاعجاب وبالمرة لا تنسوا تشايكوا على قناة الثانية الخاصة بالالعاب رح تلقوها في صندوق الوصف وكمان تعالوا على سيرفر ديسكورد تباعنا رح تلاقوه برضو اسفل الفيديو عندنا شوية فعاليات وشوية حركات كده تصير ما بين فترة وفترة غير كذا اربط حزامك عزيزي الوجيه ويالله بينا نتكلم عن هيو جاكمن هيو مايكل جاكمن او مثل ما عرفناه هيو جاكمن وهو ممثل وعازف ومغني ومنتج افلام استرالي من اصول يونانية وسكتلندية وعنده جنسيتين البريطانية والاسترالية امه وابوه في الاصل كانوا عايشين في بريطانيا ويحملون الجنسية البريطانية ولكن في فترة ما ولما امه كانت حامل فيه انتقلوا الى استراليا وحصل على جنسية الاسترالية وصار معه جنسيتين البريطانية من امه وابوه والاسترالية بحكم انه ولد في الاراضي الاسترالية ولد هيو جاكمن يا جماعة في 12 اكتوبر سنة 1968 اي ان عمره الى تاريخ هذا الفيديو هو 52 عاما ولد وترعرع في مدينة سيدني الاسترالية وامه هي غريس مكنيل وابوه هو كريستوفر وكان يشتغل كمحاسب ولهيو جاكمن اربعة اخوان اكبر منه اثنين اولاد واثنتين بنات وللاسف لما كان عمره هيو جاكمن فقط ثمان سنوات انفصل امه وابوه عن بعض والام راحت وتزوجت من رجل ثاني واخذت بناتها وسافرت الى بريطانيا وتركت هيو جاكمن واخوانه الاثنين الكبار مع ابوهم في استراليا واضطر الاب انه يربي هيو جاكمن واخوانه الكبار لحال هيو جاكمن يا جماعة من يوم كان صغير ما يحب يجلس في البيت يحب يتمشى يحب يطلع كشتات يحب يطلع على البر يحب يطلع على الشاطئ يتسلق جبال المهم ما يقعد في البيت طلعوني من البيت ده ما بقعد إلا وقت أنا محتاجة أقعد فيه غير كده طلعوني أبغى أنطلق أبغى أعيش حياتي في البراري في أي مكان غير البيت وكان عنده حلم غريب لما كان صغير يقول هيو جاكمن كان نفسي أصير طباخ أوكي طباخ ما هي مشكلة بس يبغى يصير طباخ في طائرة طباخ جوة الطائرة يقول حسيت إنها بتكون وظيفة مرة حلوة كان صغير مسكين ضائع ومع تقدمه في العمر بدأ يكتشف مواهب جديدة تظهر له مع الوقت لعب رياضة الكركت وقدم فيها مستوى ممتاز جدا وكمان جرب كرة السلة وقدم فيها مستوى جيد لعب الجنباز وتعلم السباحة بل إنه وصل إلى رياضة التجديف واليوغا والتأمل برضو فضلا عن إنه تعلم العزف على البيان والغيتار والكمان يا ساتر لسه ترى باقي ما قلنا وممثل وباقي ما قلنا ومنتج ولا قلنا وأكثر شي صرح فيه هيو جاكمن يقول أنا مرة أحب التأمل أحب رياضة اليوغا والتأمل ودائما ما تساعدني في التخلص من الطاقة السلبية واتخاذ قرارات مهمة في حياتي والوصول إلى السلامة الداخلي وبرضه هيو جاكمن جماعة قارئ ومهتم جدا في عالم الكوميك بوكس وبالتحديد أي كوميك بوكس يكون فيه سوبرمان درسة ابتدائية والثانوية والجامعة وتخصص في مجال الاتصالات في جامعة سيدني وقت ما كان يدرس الجامعة وفي آخر سنة له بالتحديد في الجامعة قرر إنه يسجل في إحدى دورات الدراما والتمثيل في الجامعة سجل في الدورة وكل شي كان تمام والصدمة إنه هيو جاكمن يقول يا أخي حسيت إني ضيعت أربع سنوات من عمري في تخصص أنا ما أدري إيش يبغى لأنه الفترة البسيطة اللي قضاها في فصول الدراما يقول لقيت فيها نفسي حتى الناس اللي في دورة الدراما قدرت أخذ وعطي معاهم وأنسجم معاهم بسهولة وقال إنها كانت من أجمل أيامه الدراسية الفترة اللي سجل فيها في فصل الدراما أو دورات الدراما وبالفعل بعد ما تخرج من الجامعة بدأ يدرس أكثر في مجال الدراما والمسرح والتمثيل ووقع أكثر في حب هذا المجال إلى أن قدر يحط رجله أخيرا في مجال التمثيل سنة 1994 يعني لما كان عمره تقريبا 26 سنة وكانت أول مشاركة له في دور بسيط جدا في مسلسل الدراما والجريمة Law of the Land مسلسل بسيط ومتواضع وكالعادة وكمعظم الممثلين الولد انطلق في مجال التمثيل من بعد هذه التجربة الأولى له وفي السنة اللي بعدها مباشرة سنة 1995 وصله دور للمشاركة في بطولة مسلسل الدراما والجريمة والغموض كوريلي 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 مسلسل برضو بسيط ودور متواضع ولكن يا جماعة هذا المسلسل غير حياة هيو جاك من تماما ما هو بس حياته المهنية بل برضو حياته الاجتماعية لأنه في هذا المسلسل وبالتحديد قابل هيو جاك من الممثلة الأسترالية دي بورالي واللي كانت أكبر منه بحوالي 13 سنة ووقع في حبها ووقعت هي كمان في حبه وهم الاثنين أصلا كانوا أبطال هذا المسلسل يعني وبعد سنة مباشرة من وقوعهم في الحب وبعد سنة مباشرة من مشاركتهم في هذا المسلسل مع بعض تزوج الاثنان شوفوا يا جماعة في علم النفس يعني في علم النفس فرق بينه وبينها كثير 13 سنة هو عادي طبيعي كل واحد من حقه يتزوج اللي يعجبه ما في أي مشكلة ولكن في علم النفس يقولك الشخص اللي يكون منحرم من حنان الأم ومن حب الأم ومن عطف الأم عادة ما يميل للبنات اللي يكونوا أكبر منه بفترة عمرية طويلة ولو فاكرين عن مهيو جاك من المسكين أم وتركته لما كان عمره ثمان سنوات وسحبت عليه وسافرت بريطانيا وتركته مع أبوه فكان مفتقد إلى حنان الأم وبرضو الحب يا جماعة ما يعرف لا كبير ولا صغير في النهاية بس أنا قاعد أوضح لكم المعلومة هذه خلاصة الكلام من نتزوجها من سنة 1996 وإلى يومنا هذا ما شاء الله تبارك الله ما زال الاثنين مرتبطين مع بعض أمورهم زي الفل بل إنه زوجته تقريبا تحضر معاه كل فيلم أو أي عمل يصوره يعني تنتبه له كمان على جانعينه ما تروح يمينه لا يسار يمكن يعني قريب من بعض زوجته حملت المرة الأولى ولكن للأسف أجهضت وحملت للمرة الثانية وبرضو للأسف أجهضت صرح الاثنين وقالوا إنه الأيام اللي كانت تحصل فيها عمليات الإجهاض كانت من أصعب أيام حياتهم بل إنه في مرحلة ما عرضت عليه زوجته وبعد ما شافت إنه عندها مشكلة طبية ما تقدر تحمل وفي كل مرة تجهض قالت له اسمع يا هيو اسمع يا حبيب قلبي اسمع يا نور عينية أنا أسمح لك إنك تطلقني وتروح تتزوج واحدة ثانية لعلها تخلف لك أطفال أنا ما راح أقدر أخلف لك أطفال من صلبك سامحني وإنت مسموح إنك تروح تتزوج غيري مسموح ولكن يأبى الحب إلا أن ينتصر بين أعيني هذا العاشق الولهان هيو جاكمن قالها أنا حبك أنا حبك أنا عزك أنا عزك أنا باقي على ذكراك أنا باقي على ذكراك وبعدها مباشرة راح وتبنى هو وياها إثنين من الأطفال الولد أوسكر والبنت إيفا ما نخلف بسيطة نروح نتبنى وش زينها التبني ويا له من متاع إنك توفر للأطفال الأيتام والمساكين حياة جميلة وكريمة قال لك أتزوج واحدة ثانية غيرك أنت صاحية أمشي هناك خلونا الآن نرجع لمسيرة المهنية والفنية والسينمائية بعد مشاركته في هذاك المسلسل مع زوجته الحالية انطلق هيو جاكمن في مسيرته أصبح أشهر من نار على علم وبدأت تجيه العروض بشكل مستمر وبعد خمس سنوات من دخوله إلى عالم السينما والتلفزيون قدر هيو جاكمن أنه يحصل على دوره الأهم في مسيرته تخيلوا بعد خمس سنوات من دخوله إلى عالم السينما هيو جاكمن صار وولفرين ومن عام 2000 إلى عام 2017 حطم هيو جاكمن أرقام قياسية لأنه تقريبا أكثر ممثل قدم دور بطل خارق ولمدة 17 سنة 17 سنة والعالم ما يعرف إلا وولفرين واحد 17 سنة والعالم ما يعرف إلا لوغن واحد وكلنا نعرف قد إيش شخصية وولفرين أو لوغن ارتبطت بهو جاكمن ارتباط مباشر جدا وقدم لنا واحدة من أروع وأعظم النهايات للأبطال الخارقين سنة 2017 بفيلمه الأخير لوغن على كل حال وقبل ما يتم تسليم الدور لهو جاكمن كان فيه مجموعة أسماء مقترحة لتقديم دور وولفرين مستحيل يجي هيو جاكمن ويأخذ الدور كده على طول لا كان فيه أسماء كثيرة مقترحة لدور وولفرين مثل راسل كرو وكيانو ريفز وفان دام وإدوارد نورتن وجوني ديب وميل كيبسون كل هذه الأسماء كانت مقترحة إنها تقدم وولفرين البعض رفضها والبعض ما توفق في تجارب الأداء والبعض انتهى به المطاف إيش مو مهتم أصلا زي ميل كيبسون ميل كيبسون يقول طلاق طلاق ما أقدم دور بطل خارق مستحيل أمثل دور شخصية بطل خارق أنتم صحين لحد يرسل لي عروض إني أقدم أبطال خارقين مرة افهموا الكلام يا جماعة وإنت يا مدير الأعمال بأهفق كيف مرة يكره الأبطال خارقين المضحك والغريب مش هنا بعد ما ضرب دوره كشخصية وولفرين والنص صارت تعرف وأعجبت فيه ديزني اللي هي تقريبا جزء من عالم X من ذيك الأيام كانت تقدم العروض بشكل مستمر في أفلام ثاني يعني تخيل أنه كان مفروض يكون ديردفل سنة 2003 في فيلم ديردفل فيلم يعني كان مفروض يكون هولك سنة 2003 برضو وكان مفروض يكون آيرون مان سنة 2008 كيف كيف هو وولفرين كيف تخلوه آيرون مان وكان مفروض يكون مستر فانتاستيك سنة 2005 ما عرف ش كانوا يحسوا في ديزني ولن عرف إيش كانت الخطة ومنهم يرشحوا لي أدوار أبطال خارقين من نفس العالم ولكن الحمد لله أنه ما تمت أي من هذه الصفقات كانت بتصير فوضى يا جماعة المهم يا جماعة أنه مشت أمور هيو جاكمن بعد وولفرين سنة 2000 وانطلق ومثل في أعمال وبعضها مسلسلات الزين والشين وفي عام 2006 قدم واحد من أرواع وأجمل أدواره تقريبا في فيلم The Prestige للمخرج كريستفور نولن فيلم أقل ما يقال عنه أنه تحفى من التحف السينمائية وقدم فيه هيو جاكمن بالإضافة إلى كريستين بيل الأدوار يا سهد لايفوتكم لايفوتكم عن اثنين ساحرة وحفلة كده تصير بينهم مين أفضل ساحر أنا ولا أنت وتقوم تقوم مصائب بين الاثنين وفي عام 2011 لعب في فيلم الخيال العلمي والأكشن ريال ستيل وهذا للأمانة واحد من أفلامي المفضلة وهيو جاكمن أعطاني أكشن وأعطاني دراما كده كان فيه دموع في جزء من الفيلم رهيب دور وأحب هذا الفيلم له للأمانة وأتوقع أني تابعته أكثر من مرة وفي عام 2012 قدم واحد من أفخم وأعظم أدواره برضو واللي ترشح عنها للأوسكار ولكن للأسف ما فاز فيها في فيلم التراجيديا الموسيقية البؤساء فيلم دبة تعرف لما أقولك فيلم دبة فيلم رهيب فيلم تعيس وتعيس صراحة بس رهيب تكفيكم أن يترشح عنه للأوسك ولو تشوفوا أداء أنا هاثوي ولو تشوفوا أداء رأس الكرو يا أبويا فيلم قوي لا يفوت وفي عام 2013 برضو قدم واحد من أكثر الأدوار اللي صعب أنساها وتقمص دور شخصيته في هذا الفيلم بشكل مرعب لدرجة تشك إنه تمثيل الله وأكبر عليك ياب عزيز الوجيه أكسفد فيلم بريزونر فيلم كئيب تعيس يجيب الهم غامض ومخيف ولكن خذ أداء من هي و جاكمن وفي عام 2017 شارك في بطولة فيلم السيرة الذاتية الموسيقي The Greatest Showman هذا الفيلم تتابع علشان تروق انت منفس تابع هذا الفيلم حتروق حيبدأ الفيلم وانت مروك وحينتهي وانت مروك يا الله ما أجمل هذا الفيلم أحبه أحبه واحد من أجمل الأفلام الموسيقية أرجوك لا يفوتك أرجوك أنا كل الأفلام اللي بقولها لك الاحين لا تفوتك منتقى بعناية والجميل كمان يا جماعة إنه يجاك من هو وصاحبه عام 2005 تقريبا أسسوا شركة إنتاج سينمائي وفيلم The Greatest Showman وفيلم X-Men Last Stand ومجموعة أفلام كثيرة أنتجتها شركة هيو جاك من وكانت إنتاجاتهم جدا ممتازة وأمورهم مرة في السليم في عالم الإنتاج فاكرين يا جماعة لما قلت لكم أن هيو جاك من يحب الخرجات والطلعات والروحات والجيات ما يحب يجلس في البيت كثير يا سلام عليكم للأسف كثرة تعرض هذا النجم للشمس وعدم استقدام واقع الشمس بشكل منتظم أصيب على إثرها بسرطان الجلد مش مرة ولا مرتين ست مرات تقريبا يصاب هيو جاك من بسرطان الجلد في مناطق مختلفة من جسمه ويتم استئصالها وعلى إثر هذا الحوار بدأ يطلع في السوشيال ميديا أكثر من مرة يشجع الناس والأطفال والشباب إنهم يستخدموا واقع الشمس إذا كانوا بيجلسوا فترات طويلة في الشمس بل إنه تبرع بمبالغ مرة ضخمة وكبيرة للجهات الصحية والجمعيات الصحية علشان يدعمون موضوع أو علشان يرفعون الوعي في مجال استخدام واقع الشمس هيو جاك من يا جماعة كان يتمنى إنه يكون صحفي بل إنه كان مرة معجب في مهنة صحفي ولكن هذا الكلام كان في بداياته في الجامعة لما دخل تخصص الاتصالات كان ناوي بعدها إنه يرجع يتخصص أو يدخل في مجال الصحافة وكان مرة يحب هذا المجال ولكن بعد ما دخل مجال الدراما وأبحر فيه وحب التمثيل نسي هذاك الحلم وتخلى عنه للأبد بعد ما تم الإعلان إنه لوغن سنة 2017 راح يكون آخر فيلم لشخصية وولفرين طلع هيو جاك من في أحد اللقاءات وسألوه في اللقاء بما إنه هذا آخر دور لك هولفرين لو جاتك فرصة إنك ترشح ممثل بعدك يستلم هذا الدور ويكمله مين راح يكون؟ قال لهم لا لا ما أحد بيأخذ الدور غير يتمزحون قال لهم لو في واحد أرشح وأحس إنه فعلا بيكون وولفرين كويس أشوف إنه توم هاردي راح يقدم دور وولفرين بشكل مرة ممتاز هذا كلام هيو جاك من مش كلام رسمي مجرد اقتراح منه لمين أفضل ممثل راح يقدم دور وولفرين من بعد لو وبرضه من الأشياء الضريفة اللي صارت لهيو جاك من في أحد اللقاءات الهاتم يمره خفيف دم ويأخذ ويعطي في اللقاءات ما عنده مشكلة سألوه قالولو لو إنك بنت وحصلت لك فرصة إنك تواعد أحد الممثلين المشاهير مين راح تختار؟ قال لهم والله سؤالك وماذا صعب أنا مش كأني رجال ولكن أنا أشوف إنه جورج كلوني ما شاء الله رجال وسيم وجميل نعتذر منك يا أمل هي اسمها أمل قال اسمها كده اعتذر قال نعتذر ترى نمزع ها ضريف ضريف عمو هيو جاك من جورج كلوني ها وأخيرا يا جمعة الخير ثروة هيو جاك من تقدر بحوالي 180 مليون دولار وما زال عنده الكثير ليقدمه إن شاء الله في مجال السينما والتلفزيون نعطيكم العافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو شاركوني أفلامكم المفضلة لهيو جاك من في التعليقات ولا تنسوا تشايكوا على قناة الثانية الخاصة بالألعاب رح تلقوها في صندوق الوصف وبرضو تعالوا على سيرفر الدسكوت رح يكون فيه فعاليات مختلفة من فترة إلى فترة كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم